تقول وضيلة الشيخ أفقكم الله هل نحن ملزمون بتفسير السلف رحمة الله عليهم أم لنا الحق في أن نفسر القرآن من حيث اللغة القرآن يفسر بأحد أربعة أشياء إما بالقرآن وإما بالسنة وإما بقول الصحابي وإما بقول التابعي فإذا لم يوجد تفسير في القرآن ولا في السنة ولا بقول الصحابي ولا بقول التابعي فيفسر باللغة التي نزل بها يرجع إلى معنى اللفظة في اللغة التي نزل بها ولا نزيد على هذا من عند أنفسنا ونجتهد ونفسر القرآن لغير هذه الوجوه المعروفة نعم يقول فضيلة الشيخ والتفسير باللغة يحتاج إلى إنسان فاهم اللغة العربية فهما صحيحا متضلع فيها إنسان ما يعرف اللغة العربية أو قرأ فيها قراءة يسيرة هذا ما يجوز له فسر القرآن باللغة نعم